الاخ الذي ذكر بانه يعمل بقطع الاراضي بيع وشراء يشتري قطعة الارض وينتظر الى ان يرتفع سعرها ثم يبيعها يقول بالنسبة للزكاة هذه الارض تزكى كل سنة لماذا؟ لان حكمها انها مال مقوم وليست سلعة مقتنات بالنسبة للاموال بصورة عامة هناك الاقتناء المال المقتنى وهناك المال المقوم المال المقوم يعني ليس مقصودا بالملك انما المقصود ماله الفلوس كل مال مقوم تجيب عليه الزكاة بينما المال المقتنى اللي انت تشتريه للانتفاع منه وليس من ماله ليس من قيمته يعني اضرب لك مثال اخر انسان عنده اسواق محل كبير فيه سلع يبيع مواد غذائية يبيع ملابس يبيع عطوره كذا يبيع اجهزة كاربائية وعنده سبالة اجهزة التكييف مولى البيع انما لتبريد المكان وعنده تلفزيون مولى البيع انما فاتح يشتغل به وعنده ثلاجة يشرب منها مي ما ناوي بيعها ويقول جاء موسم الزكاة ماذا او زكي نقول زكي فقط الاشياء المعروضة للبيع لانها مال مقوم انت ما اشتريت هاي الثلاجات وهاي الملابس وهاي المواد الغذائية انت ما اشتريت الاستعمال اشتريت تبيحها هاي كلها اموال فلوس هاي فلوس مو سلع سلع البيع اما المكيفة اللي انت مخلي داي بردك والتلفزيون اللي تتفرج به والثلاجة اللي تشرب منها مي بارد وتخلي بها طعام ربما هاي ما تزكيهن لان المقصود منها الاستعمال والاقتناء وليس البيع يعني اذا واحد يشتري عشر قطع اراضي بس يريد ابنيهن اما استثمار ابن بيوت اجرها او ابن بيوت الولده او ابن محلات قطع الاراضي كلما تتأجر عفوا قطع الاراضي كلما تتزكيه لان المقصود بها اقتناؤها اما اذا ما اخذ قطعة ارض داي بيعها هاي الارض سلعة وليست اقتناء وليست اقتناء يعني تعتبر مال زين عيني وبما انه انت شغلتك شغلتك بيعشر الاراضي لذلك تزكيه كل سنه تزكيه كل سنه لانها مال الا اذا اشتريتها بنية الاقتناء قلت عدان منا فكرة بيعها اعود لكن حاليا هي انا ما نوي بيعها انوي عليها الاقتناء لا تزكيه لكن اذا نويت عليها تجارة طبعا عليها زكيه 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 شكرا